ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير برج السور هنكلم النهاردة على التواقعات العاطفية خلال شهر سبتمبر لعام عشرين اتنين وعشرين مبدأيا احنا عندنا شهر محظوظين كتير في عاطفيا بداياتا من يوم خمسة في الشهر ليه لان كوكب الزهرة موجود ببرج العزراء من يوم خمسة يعني بالنسبة لك المنزل الخامس زائد ان الشمس موجودة ببرج العزراء المنزل الخامس المنزل الخامس بالنسبة لنا هو منزل البدايات هيبقى عندك كتير من البدايات اللي موجودة بامورك الحياتية اكتر حاجة موجودة عند المتجوزين من برج السور هي نسبة مواليد او اخبار سر او تعلق ايجابي باحد الاولاد ويجمع ما بينكم شراكة جيدة يعني خبر صار مثلا خطوبة زواج لاحد اولادنا فده هيخلي ان انا والحبيب نكون قد ايه فرحانين باولادنا او اللي هو عندنا مثلا بقى فرحة يعني حاجة كده يعني هتتبسطوا باولادكم بسبب خبر صار او ايجابي او بالفعل فيه مولود جديد هتفرحوا بيه طيب ده بالنسبة لبرج السور فيه كمان بدايات متعلقة ببداية زواج بداية خطوبة بداية اتفاق بداية رجعة يعني ان احنا زعلانين مع بعض لا بنرجع لبعد فيه رجعة كتير قوية برج السور من الناس المحظوظين جدا عاطفيا خلال الشهر ده زائد كمان ان انتوا هيكون عندكم ملمس جمالي حلو جدا او شكل جمالي حلو قوي يعني كتير هتبقوا حلوين فيه فترات فيه فترات كده بيبقى الواحد يبص لنفسه يقول الله ايه الحلوة دي تحس ان شكلك قلب يتغير تحس ان انت احلى اجمل اشيك وساعات كده تبقى معدي من قدام المرأة الله الحافظ وتقوم طالع جاري صح على فكرة كلنا كده يعني كلنا بيجي علينا اوقات بنبقى حلوين قوي وانت ذاتك تبقى او انت ذاتك تبقى معجبة كتير بنفسك وبشكلك واوقات تانية تقولي يا الله انا مالي زي كده انا بالزبط كده في الوقت طبعا هو معروف ان اي حد في مراحل الحمل الاخيرة من خربت احنا بنقولها بالبلد كده من خربت فانشار اكتر فطبيعي جدا فانا كلنا ما عدي قدام من اقول عليك حتة المهمة يعني او الله بعكس نفسي حتى في الهبل المهمة فبرج السور فبرج السور انت عندك اللي هو النقطة دي يعني بس لا مش النقطة اللي زي انت عندك الفترة دي لا شكل احلى هتبقى راضين كتير عن شكلكم حابين شكلكم اكتر هيكون عندكم اصلا اهتمام بالنفس بشكل حلو قوي اهتمام بالشكل والستايل والمظهر واللياقة الجسدية كمان غير ده كله اهتمام بالعقلية انتو مهتمين بعقلكم طب ازاي مهتمين بالتجديد بالتطوير بالانتقالة الجيدة فهيكون عندك كتير اهتمام ان انا اغير من حياتي او اغير من الوضع المعني الافضل لاحسن ان نعمل حاجة جديدة نعمل حاجة تتبروز حاجة تتكتب في الحياة بتاعتك ان انت عملت حاجة مميزة فكل ده انت بتدور عليه في ظل ده كله الحبيب مبهور بيك الجنس الاخر مبهور بيك جدا فاذا انت قادر على لفت النظر لفت الانتباه طيب اذا حلو الكلام تعالوا نتكلم على علاقتك العاطفية مع كل بورك علاقة السر والحمل السر والحمل هيبقى فيه مساندة كتير لبعض هتبقوا كتير بتساندوا لبعض كتير بتحاولوا تدعموا بعض حتى فكريا حتى فيه الامور الحياتية حتى فيه الامور المهنية بتحاولوا كتير ان انتو بتعارف فكرة لو انا قدي خبرتي اللي معايا اساند الشخص اللي معايا اقول له لا خلي بالك من الخطوة كالا وانا عندي تعقيب يعني عندكم تعقيب على الايجابية على ان انتو تخلوا كل واحد افضل تقديم هدايا البعض مساندة البعض مسئولية تجاه العلاقة جدا والمسئولية دي كتير هتكون ايجابية بتدعم النفسية جدا اما بالنسبة للصور والصور الصور والصور هنا انتو عندكم بدايات بسم الله ما شاء الله رائعة جدا خطوات مميزة ولطف كتير في التعامل واجابية حلوة اوي 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 هيكون عندنا نسبة موليد عالية جدا فيه بداية فيه بداية هتبقى حلوة هتسير ايجابيتنا او هتسير نفسيتنا للايجابية الصور والجوزاء هيكون عندنا اختلافات شوية بس هيبقى عندنا تحمل يعني هيبقى عندنا تعقب على بعض الجوزاء اصل هو متجدد ومتغير وانت هتكون بتميل الى التجديد والتغيير خلال هذا الشهر فهيكون فيه بعض التعقبات اللي مش هتعجبك انت كبرج الصور من الجوزاء فهيكون عندك ان انت يعني فيه بعض الاختلافات الموجهة ما بينكم انتم الاتنين بس هيبقى فيها تحمل وانها هتعدي بشكل ايجابي اللي هو ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل عارفين اللي هو الجو ده يعني فيه جدل في اي بيت فيه جدل وانتقاضية في اي بيت فهتعده يعني الدنيا هتتعدى بس فيه بعض الانتقاضية اللي هتخلي برج الصور يعفر الدنيا وبعدين يلم ففيه من ده لو هنشيت نشيت ونيجي على ما فيش فالعلاقة هي كده جدا السرطان والصور برج السرطان والصور خلي بالكم كتير من عدم فهم الآخر خاصة برج السرطان هو اللي يخلي باله لان برج السرطان انت عندك ضغط شوية عندك اللي هو التصرع في الحكمة غيرة وشك كتير مش حلوين برج السرطان مرقة السرطان تخلي بالك جدا رجل السرطان خلي بالكم من الطرف التالت وان احنا نخلي برج السور ان هو يبقى في موضع حيرة وغيرة فخلي بالكم كتير من المشاكل وانشاء المشاكل واي حاجة تستدعي مشاكل العلاقة ما بين الصور والاسد الصور والاسد قادر اقول ان هيكون فيه كتير من تحسن في الاحوال بشكل جيد تحسن وفيه ارضاء لبعض يعني بتحولوا كتير ان انتوا تغيروا من نفسكم لارضاء بعض جدا فيكون فيه تحسن حلوي يعني فيه ان احنا بنراضي بعضنا قوي فيه تيبة خاطر العزراء والصور العزراء والصور عندنا بدايات حلوة كتير فيه نسبة موليدة عالية جدا فيه اخبار سرة متعلقة بموليد بدايات حلوة لها علاقة بخطوبة بزواج اتفاقات ممكن يكون فيه مشاعر جديدة بتنشأ ما بيننا احنا الاتنين فيكون عندك ده يعني برج والصور هيبقى فيه اجواء لطيفة اجواء سعيدة ما بينكم انتوا الاتنين انت والعزراء والمشاكل لو كان فيه خلافات او فيه مشاكل هيبقى فيه راجعة هيبقى فيه ايجابية احسن اما بالنسبة ليه الميزان والصور الميزان والصور هيكون عندنا فيه كرارات مهمة قوي قوي بتتخذ في العلاقة دي برج السور هيبقى بيحاول ان هو يحافظ على العلاقة اكتر وهيبقى حابب الميزان وده اللي هيحسس ان الميزان بيه انه بقى ما فيه شتوق العاطفي زي نقطة كتير مهمة العلاقة دي منظورة وكتير فيها اشخاص عايزين يفسدوها خلي بالكم كتير فخلي بالكم كتير من ان انتو تسمعوا من حد جدل او تسمعوا من حد مشكلة فتروحوا ان انتو تعملوا يعني تتأثروا يعني خلي بالكم من ان انتو تتأثروا بكلام الاخرية والحسن خلي بالكم كتير لكن غير كده احنا عندنا نسبة موليد حلوة جدا عندنا اخبار صارة متعلقة بقرارات جديدة كقرارات انتقالية او تغييرية العقرب والصور هيكون فيه كتير نسبة رجوع يعني فيه مثلا حاجة لها علاقة بمشكلة خلاف إلخ فيها نسبة رجوع قوية جدا القوس والصور القوس والصور أكتر حاجة هتكون موجودة هي نسبة بدايات لذيذة بداية زواج بداية خطوبة بداية تحسن فيه بداية أنتم الاتنين بتعودوا مع بعض وتتفقوا على أن احنا يبقى فيه بداية كتير مهمة فيه مساعي ليه أن احنا ناخد خطوة جديدة فيه الشأن العاطفي الجادية والصور هيبقى فيه كتير نسبة موليد حلوة جدا برضو نسبة بدايات لذيذة كتير فيه حالة رضا فيه خطوبة فيه زواج فيه إرضاء لبعض قوي فيه تقديم هدايا فيه كلام حلو لبعضنا فيه نحنا بنقعد مع بعض وقت حلو فيه انجذاب لذيذ كتير البدايات بالنسبة للبدايات خلي بالكم كتير لأنه هيبقى فيه بداية كتير قوية وانجذاب كتير خطير لكنه مش هيكمل أما بالنسبة ده البدايات خالص تمام بالنسبة ليه السور والدلوة السور والدلوة هيكون عندنا فيه نسبة تفاهم حلوة فيه نسبة موليد حلوة فيه كتير من الأمور المتعلقة شوية بتصالح فيه تفاهم جودة يعني فيه خطوات جديدة وجدية وبتدوروا على موليد أو بالفعل فيه موليد متوجد الحوت والسور هيكون شراكة مميزة شراكة ينظر لها الآخرين يعني كتير باصص لشراكتكم العاطفية كتير قادر أقول حسدكم آه ممكن أقول لكم النقطة دي هيكون أصلا عندك فيه تعاملات شراكة أو تحسن علاقات عاطفية عائلية يعني كان فيه عندنا مشاكل عائلية عاطفية لا بتبقى فيه تحسن فيه تصالح فيه ترابط أكثر فيه ود أكثر فيه شراكة جيدة فيه كمان مشاركة فكرية يعني ما بيننا إحنا اللي اتنين كصور وحود هيبقى فيه مشاركة فكرية جيدة جدا فيه كتير من الترابط فيه كتير كمان من أنتوا هتبقوا بتلقوطوها عارفين زي إيه؟ يعني مثلا طرف منكم بيقوم بتصرف معين بكلمة معينة بطريقة أنتوا فاهمين بعض فاهمين هو بيتصرف كده ليه فاهمين النظرة معناها إيه فأنتوا فاهمين بعض أو حسين بعض بالزيادة يعني فيه إحساس قوي جدا جدا تجاه بعضكم ودي شكل أو شأن جميل جدا في الشأن العاطفي عامة بتمنى كتير أني أكون فتكم بتمنى لكم وضع عاطفي إيجابي بتمنى أن يكون شرحنا الوضع العاطفي بصورة مفصلة أكثر بتمنى لكم كل الخير وكل سعادة ما تنسوش اللعاكم اشتركوا في قناة تفعيل الجرس سلام